السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة مختار تيك واليوم ريلمي أعلنت عن الفئة الجديدة اللي راح تستمر بها كفئة متوسطة تحديدا كفئة متوسطة نافذ في مسألة 5G نعم فريلمي طرحت لنا V5 اللي هو راح يكون النسخة الأولى من هذه السلسلة والتي تتميز بوجود علامة الريلمي على الغطاء الخلفية بشكل كامل يعني من الطول للطول تقريبا في اللون الفضل الموجود لهذا الهاتف واللون البقيات ميزتها بتدرج ألواني أو قسمين من ناحية الغطاء الخلفي وشفناها سابقا تذكر على أجزة الأونر أو أجزة من هواوي فنحن ما يهمنا الشكل بيد ما يهمنا أنه سعر مقابل المواصفات فمن ناحية الخلف ما راح نلقى أي بصمة البصمة راح تكون هي جانبية وجود الكاميرتين أو الأربع كاميرات اللي هي متمثلة بكاميرتين زائد مستشعرين اثنين راح نتحدث بيها أو هذا المستطيل يحتوي على الكاميرات ناحية الأمامية الشاشة الكاملة مع البنشول الموجود على يسار الشاشة واللي راح يقدم الهاتف في الشاشة اللي راح تكون هي نوع LCD أو IPS LCD بحجم 6.5 إنج مع معدل تحديث 90 هيرس وأيضا كلافبوكسلات أكثر من 300 وصلين إلى 400 بيكسل لكل إنج راح تكتبها على الشاشة بالإضافة إلى مسألة البصمة الجانبية بالحديث عن المعالج والشركة أيضا استخدمت المعالج جديد من ميديا تيك دمينستي 720 المعالج هذا يكون هو مصنوع 70 ممتر ولكن يتميز بتقسيم الجديد لذلك داما ذكره وأنا أنتقد ميديا تيك بناحية تقسيم الأنوية فهنا عندنا اثنين كورتكس اي 76 وستة أنوية اي 55 فمن المفترض يكون الأداء مميز على جهاز متوسط حتى مع الإلعاب أو حتى تشغيل إعدادات متوسطة على الأقل مع سعر هذا الهاتف فراح نذكره أيضا بالحديث على مسألة الزواكل العشوائية اللي يقدمها 6 و 8 جيجا بايت وأيضا النوع التخزين يكون 128 جيجا بايت بالإضافة إلى مسألة دعم للزي كارت موجود على هذا الهاتف منثل السماعات موجود على الجهاز بشكل عام لوتوث 5.1 بسبب أنه دعم معالج لهذه الأمور كاميرات الخلفية ستتمثل بـ 48 ميجا بيكسل F1.8 و 8 ميجا بيكسل ألترا وايد للتصوير الزاوية واسعة بتقريبا 115 درجة و 2 ميجا بيكسل أو العدسات الثانية ستكون وحدة العزل وحدة ستكون لتصوير الماكرو لغاية بعد 4 سنتيم بالإضافة إلى دعم 4K لكل 3 نظار من ثمانية واحدة على هذا الجهاز باعتبار المعالج يدعم هذه الدقة من ناحية التصوير و 16 ميجا بيكسل راح تكون الكاميرا الأمامية بطارية 5000 ميلي آم مدعومة بشاحن 30 واط من المفترض تكون داخل العلبة واللي راح يمكنك من شحن الهاتف من الصفر إلى 100 خلال 65 دقيقة دعم نسلت الـ 5G مع هذا الهاتف و دعم النطاقات المستقرة والغير مستقرة بالإضافة إلى أن الشركة ضيفنا تقنية السمارت 5G واللي تنتقل ما بين الـ 5G والـ LTE تلقائيا حتى تخفض وتقلل من عمر البطارية أو للسهلاك البطارية للمثل ما نعروف الـ 5G أيضا يعد عامل مهم لمسأة السهلاك البطارية عند تشغيلها بشكل طوال اليوم فهذه أحد الأمور اللي موجودة على هذا الجهاز والجهاز راح يكون سعره 215 دولار كبداية من ناحية 622 والـ 822 تقريبا 2270 دولار داخل الصين الفترة القادمة شهر يوم 9 يمكن أو يوم 7 بالشهر راح يتم إعلانة بالصين أو طرحة بيئة الأسواق أنا أتوقع يوصل عالمين بس يتأخذ مع عماله هذه فئة جديدة لازم الشركة تجربها بالصين وتشوف شنو أدائها وشنو أمورها وتقبل المستخدم لمواصفات بهذا السعر جدا مميز جدا جدا مميز نعم المعالج هو ميديا تيك شوية تعدكم حساسية من الموضوع كل المستخدمين لكن الحساسية تقل إن شاء الله لما تسمع 7 نانو متر على تقليل أو استهلاك البطارية ستكون أفضل عن المعالجات الثانية نعم ما ينافسك ولكن وجود أنوية سرعة أنوية بالاستخدام المكثف خاصة مع الإلعاب جدا مميز ومع السعر موجود اللي حتى معبر 250 دولار أو معبر 300 دولار كنسخة أكبر فهذا رأيي شخصي بريلني V5 تركنا رأيك أسفل هذا الفيديو وأيضا لا تشاهد في القناة فعل زر الجرس مزيد البداية القادمة من مختارتك شكرا